وينضم إلينا من تعز السيد ياسين العقلاني سيد ياسين بداة أهلا بك الجيش الوطني الآن يصل أسوار معسكر خالد بن الوليد ماذا يعني هذا التقدم وما هي الأهمية الاستراتيجية لهذا المعسكر نعم لا زال الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة منذ نحو ثلاثة أيام في محيط معسكر خالد والذي يقع غرب محافظة تعز الأهمية الاستراتيجية لمعسكر خالد أنه يقع في المنطقة الرابطة بين مدينة تعز ومدينة الحديد ويشرف أيضا على مدينة وميناء المخى البحرين بسيطرة الجيش الوطني على هذا المعسكر والذي يعد قاعدة عسكرية كبيرة جدا ستكون قوات الجيش الوطني قد أمنت منفذ ميناء المخى وأيضا مدينة المخى إضافة إلى ذلك أنها قد أمنت ظهر قوات الجيش الوطني التي ستتجه إلى الحديدة لا يمكن لقوات الجيش الوطني أن تتجه أو بدء عملية عسكرية في الحديدة ما لم تحرر هذا المعسكر الذي لا زال يعد من أكبر المعسكرات التي تأخذها الميليشيات كمركز عمليات عسكرية إضافة إلى ذلك أنه في رمزية عسكرية لهذا المعسكر أنه المعسكر الذي صعد منه على أبدالل صالح المخلوع الذي كان يقوده قبل أن يصل إلى الرئاسة وبسيطرة عليه ربما يكون المخلوع قد تعرض لضربة نفسية وانهزام في كل المستويات لكن بالفعل هل تعتقد أن السيطرة على المعسكر ستمثل ضربة عسكرية موجع الميليشيات؟ نعم بلا شك بالسيطرة على المعسكر ستكون المنطقة الغربية للتعز أو المنطقة الغربية للتعز ستتحرر بشكل اتباعا من المنفذ الغربي من هنا من داخل للتعز مرورا من منطقة البرح ووصولا إلى منطقة المخة وكذلك ستكون قوات القيشة الوطني قد بدأت بالتحرك نحو الحديدة من منطقة الخوق وهذا المعسكر بسيطرة عليه بلا شك أن هذا المعسكر يوازي بمكانته قاعدة العند في محافظة لاحك نعم أيضا في حال سيطرة القوات الشرعية على معسكر خالد بن وليد فهل يعني أيضا هذا التقدم باتجاه محافظة الحديدة يسير باتجاه الصحيح؟ نعم بلا شك بالسيطرة على معسكر خالد سنتقل العمليات فعليا إلى حديدة عبر منطقة الخوق والتي تأتي فيه بشكل أو المعسكر هو يربط بين تعز والمخة والحديدة بالسيطرة على هذا المعسكر الذي بات على وشك السقوط ستكون قوات القيشة نقلت العمليات فعليا إلى مدينة الحديدة عبر منطقة الخوق وما بعدها وهذا سنشهد معارك خلال أيام القادمة ربما سيسقط المعسكر الذي لازل في تحصينات إضافة إلى ذلك أن هناك معارك أخرى في منطقة الكدحة على هناك غرب تعز وكل هذه تقع في إطالة في جغرافية واحدة وهي المنطقة الغربية للتعز وهي مساحة واسعة وكبيرة جدا نعم من تعز الكاتب الصحفي سيد ياسين العقلاني شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر